ثمن صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الإشادة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بجهود الحكومة خلال موسم عاشوراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقومات لهذه المناسبة التي تعزز ما وصلت إليه البحرين من نموذج للتعايش والحريات الدينية والتعددية المذهبية حتى غدت واحة إخاء وسلام وأكد سموه أن هذا النجاح والعمل الحفيف الذي تم من قبل مختلف الجهات المعنية على مدار الساعة وبروح الفريق الواحد يأتي تأكيدا على كل ما يحمله كل عضو من أعضاء فريق البحرين من مسؤولية وحرص على تحقيق النجاح في مختلف المهام المكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار أكد سموه أن التوجهات الملكية المستمرة هي أساس لمختلف مسارات العمل الحكومي ونبراس تسير عليه الحكومة من أجل تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة معربا سموه عن الشكر والتقدير لكل فرد من مختلف الأجهزة الحكومية والجهات المنظمة والمعنية على ما أظهره من روح مسؤولة كانت سببا في توفير سبل النجاح لموسم عاشوراء وعلى ما تم من تعاون مستمر بين مختلف الجهات والعمل كفريق واحد والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح المشهود من الجميع نوه سموه بالانضباط وحسن التنظيم لموسم عاشوراء وما بغذلته الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الأوقاف الجعفرية وبالدور الذي اطلع به العلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وبجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين لإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأمن ونظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر